السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح احكي عن سر انا واثق انه تسعة وتسعين بالمية من مستخدمين الاندرويد ما بيعرفوا هذا السر ويلي راح يفيد جميع مستخدمين الاندرويد في هواتفنا. لحتى تعرفوا شو هو هذا السر. ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم من جديد. كما ذكرت انا راح اتكلم هلا عن سر تسعة وتسعين بالمية من مستخدمين الاندرويد ما بيعرفوه. هذا السر موجود داخل الهاتف وبدون يعني برامج بدون تنزيل برامج. ولكن قبل ان اتابع بتمنى منكم انه تدعموا قناتي هاي باللايك والاشتراك. طبعا لحتى اه تعرفوا شو هو السر اه راح تتوجهوا الى ملفاتي او الملفات يعني على هاتف الاندرويد. تاني شي راح تتوجهوا الى وحدة التخزين او بطاقة الكارد يعني ما بتفرق. مثلا وحدة التخزين. عنا هذا المجلد يلي انا انشأته. فيه بداخلهم مقاطع فيديو. راح توجه الى الاستوديو. راح اجد انه مقاطع الفيديو هاو هن الاثنين اه موجودين على على الاستوديو موجودين في هذا المكان. طيب شو السر يلي انا راح احكي عنه يلي هو من اسرار الاندرويد الكثيري يلي دائما انا بشرحه في قناتي. طيب راح نضغط ضغطة مطولة على هذا المجلد يلي بداخله الفيديوهات او البرامج او الصور. ورح اضغط بالاعلى على الخيارات. ورح اضغط على اعادة التسميه. راح اكتب بجانب هذا المجلد يعني على هذا الاتجاه نقطة. ورح اضغط على اعادة التسميه. نطلب ملاحظين اختفى المجلد نهائيا. راح نتوجه الى الاستوديو. اختفوا مقاطع الفيديو يلي كانوا موجودين داخل المجلد. هذا هو السر يعني اخفينا المجلد وشو ما حطينا داخله راح اختفى. طيب بشلون بنا نرجع اظهر هذا المجلد طيب مشكلة. بكل بساطة راح نرجع ورح نضغط بالاعلى على خيارات هاي. نضغط على الزبط. راح ننزل ونحط اظهار الملفات المخفية. راح نرجع. ندخل على وحدة التخزين. راح نجد انه المجلد موجود. ولكن متل ملاحظين مخفي. ما راح تطلع الملفات اللي بيداخله على الاستوديو. ولو حبينا انه تطلع بكل بساطة راح نضغط اعادة التسميه. ونعمل عكس الخطوية اللي قمنا فيها هي محو النقطة. متل ملاحظين ظهر المجلد. وهيك رجعت الفيديوهات. متمنى انه تكون افادتكم هاي الخطوة وهذا السر في حواتف الاندرويد.